وزير التعليم يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بالبحيرة ويؤكد سنوفر سبل الدعم للمعلمين تفقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم اليوم المدرسة المصرية اليابانية بإدارة حوش عيسى بالبحيرة بمرافقة المحافظ الدكتورة جاكل عازر وحارصها على لقاء عدد من المعلمين للاستماع إلى آرائهم وسبل دعم قدراتهم لتقديم المزيد من الجهد داخل المدرسة كما عقد الوزير لقاء مع مدير ووكلاء الإدارة التعليمية ومدير المدارس على مستوى المحافظة لبحث أليات مواجهة تحديات الكثافة الطلابية وعجز المعلمين وأكد الوزير أن المعلم المصري من أكفاء المعلمين على مستوى العالم مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على توفير كافة سبل الدعم وتوفير الظروف الملائمة لقيام المعلم برسالته داخل المدرسة على الوجه الأمثل